اعزائي طلب الطالبات ديبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخص الالكترونيات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكتروني كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على المايكروفونات وعرفنا المايكروفون وقلنا انواع المايكروفونات ونفتكر مع بعض كده الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها الاول قلنا اروع المايكروفونات عموما قلنا المايكروفون الكربوني المايكروفون الديناميكي المايكروفون السعوي المايكروفون الشريطي المايكروفون البلوري او الكريستا وكنا شرحنا نعيم بالتفصيل اللي هو المايكروفون الديناميكي والمايكروفون الكربون وكنا في آخر الحلقة السابقة اتكلمنا بداية عن النوع الثالث اللي هو المايكروفون السعوي كلمة المايكروفون السعوي طبعا احنا قلنا المايكروفون بيتسمى باسم الجزء أو العنصر اللي هيحول الصوت لإشارة كهربية فهنا لما قول المايكروفون السعوي على فكرة اسمه كندنسر مايكروفون كندنسر يعني مكسف يبقى كندنسر مايكروفون هو المايكروفون السعوي زي ما قلنا قبل كده موفين كويل مايكروفون هو المايكروفون الديناميكي طيب الكندنسر مايكروفون هو المايكروفون السعوي زي ما قلنا الاسم مرتبط بالجزء اللي بيحول الصوت لإشارة كهربية إذن الجزء اللي هيحول الصوت لإشارة كهربائية في الكوندينسر المايكروفون هو مكسف اللي هو منسميه المايكروفون السعوة مكسف إحنا عارفين من دراستنا في الصف الأول لمادة الأسيات عارفين إن المكسف بيتكون من لوحين موصلين بينهم عازل بينهم عازل والسعة اللي بين اللوحين بيسعة المكسف تتوقف عاتات حاجات المسافة خلي بالك معايا بين اللوحين مساحة سطح اللوحين نوع المادة العزلة اللي داخل أو بين اللوحين يبقى السعة هنا متوقف عاتات حاجات زي ما قلتلك المسافة من اللوحين مساحة سطح اللوحين ونوع المادة العزلة هنا احنا حنبتدي في الكوندينسر مايكروفون الساعوي حنبتدي نشتغل على ان الصوت يتحول لإشارة كهربية عن طريق تغيير المسافة بين اللحين فهتتغير الساعة ولما يتغير الساعة هيبقى تغير مين الجود طب انا اغير المسافة بين اللحين ازاي اغير المسافة بين اللحين انما احرك اللحين يبتدي يقرب ويبعده او اسبت لوح فيهم وحرك واحد فيبتدي يقرب ويبعد برضو المسافة تغير وده الجزء اللي هو بيعتمد عليه المايكروفون الساعوي او الكوندينسر مايكروفون يبقى فيه عندي لوحين احدهم مسابة والاخر متحرك هيقرب ويبعد مين اللح المتحرك مين اللي حيخليه يقرب ويبعد الصوت يعني لما اتكلم كده الصوت ابوص خليك معايا الصوت هبتدي اتكلم هنا يبتدي اللح يقرب ويبعد التاني ثابت فلما يقرب ويبعد اللح متحرك الساعة هتبتدي تتغير وبالتالي هينتشوق عليها جهد متغير خاصة لو اني انا شاحن المكسف ده من الاول بجهد ومستمر خلي بقىك معايا شاحن المكسف كده بجهد ومستمر في الاول وبعدين هتده يتكلم تتغير الساعة وبالتالي هيتغير الجهد وبالتالي هينتج اشارة كهربية متغيرة على حسب التغيير في الساعة والتغيير في الساعة جي منين على حسب التغيير في حركة اللوح المتحرك واللوح المتحرك ده حرك منين على حسب التغيير في الاشارة الصوتية ده باختصار يعني تركيب وطريقة عمل المايكروفون الساعةوي او الكندنسر مايكروفون تعالوا نشوف الاول الكندنسر المايكروفون ونشوف تركيبه ونشوف طريقة عمله. نشوف الكلام ده على آآ الشاشة. المايكروفون السعوي او الكندنسر مايكروفون. تركيب المايكروفون السعوي. بص. ده المايكروفون السعوي. بص تركيبه. في عندي اهم بص الجزء اللي عندي ده. فيه لوحين اهو. لوح ثابت. ولوح متحرك. اهم. وده مكسف القصة اللي بنتكلم عليه. ده اللي تسمى باسمه المايكروفون السعوي. لدي ده مكسف يبقى ديه سعة. هنا عندي الموجة الصوتية. وبعدين عندي فيه بطارية اهي. اللي هتغزي الدايلة. وبعدين عندي هنا الموجة الكهربية اللي تبقى خارجة من المايكروفون آآ السعوي. شوف شكل المايكروفون من خارج ازاي? ومن داخله في ايه? طيب. تعالوا شوف فقا. الرسمة بتاعتنا رسمة بسيطة جدا. انتم بيين لي طريقة او تركيب المايكروفون السعوي. وتديني فكرة برضو عن طريقة عمله. اه دي الموجة الصوتية اهي. خلي باك معي. هتبقى تخش على مين? على اللوحة المتحرك اهو. ما متحرك بتدي تحرك ده لوح سابق. هتبقى تغير المسافة من الوحين. او ما تتغير المسافة من الوحين هتغير مين? الجهد الكهربي. وابتدى هاخد الاشارة الكهربية اللي هي الموجة الكهربية اللي خارجة مني. ودي طبعا المقاومة بتاعت اللي باخد بحصل مني عن طريقها. على الموجة الكهربية. دي بطارية التجريب. ده شكل برضو من اشكال او بيشكل بيوضح لي تركيب وطريقة عمل المايكروفون اه الساعة. تعالوا شوف بقى الشكل اللي عندي. ادي بص اللوحة الخلفة اللي هو السابت. واده اللوحة الامامة اللي هو المرن. ادي المكسفة. وفي بطارية مغزية. هنا دي الموجة الصوتية. طب ايه اللي حيتم? دي كل تركيبه ده. بص كده يتكون من لوحين موصلين متباعدين عن بعضهما. في مسافة بينه. يكون اللوحة الامامة مرن ومتحرك. مرن ومتحرك. وبيستخدم كغشاء. اه زي الغشاء اللي كان قدام الملف في المايكروفون الديناميكي. وزي الغشاء اللي كان قدام الحبيبات او القطب المتحرك في المايكروفون الكربوني. زي ما قلنا كده هو. بيتكون من لوحين متباعدين عن بعضهما. يكون اللوحة الامامة مرن يستخدم كغشاء واللوح الخلفي ثابت الغشاء ده اللوح السابت إيه اللي حيحصل بقى طريقة عمل المايكروفون السعب نشوف كده الأول بص قادي اللوح المرن اللي هو باللون البرطقاني أو اللون الماء للبوني ده أهو المتحرك وده اللوح السابت اللي هو باللون التركواز شوف هنا الموجات الصوتية اللي ببتيجي بتخلي اللوح ده يتحرك للأمام والخلف يبقى بتدي المسافة بين اللوحين تتغير اللي هي السعة اللي هي موجودة بين اللوحين بص بتزيدوا ايه وتقل مع حركة اللوح المتحرك وبالتالي في إشارة صوتية إشارة كعربية معبرها عن الصوت طب لو ما فيش صوت خالص يبقى ده سابت يبقى السعة سابتة الكباستان هنا سابتة يبقى يطلع هنا خط مصدقية هنشوفها شوفوا الجزء اللي مفوش الصوت خالص اهو بص خط المستقيم ما هو ظهر وطبعا دي مقاومة اللي باخد عليها الجهد الكارابي وده مصدر الجهد يبقى دي طريقة عمل من المايكروفون السعر شوف كده طريقة العمل بلأول زي ما قلتلك بيتم شحن اللوحين عن طريق مصدر جهد ومستمر اللي هي البطارية وعندما تصطدم الموجات الصوتية زي لسه من شايفين من شوية تصطدم من مين بقى باللوح الامام اللي هو المارن المتحرك تتغير سعة المكسف وذلك يؤدي الى تغيير الطيار المارن في المكسف الذي يؤدي الى تغيير الجهد على حسب التغيرات الصوتية يبقى تغيير جهده جي منين من تغيير الطيار وتغيير الطيار جي منين تغيير السعة وتغيير السعة جي منين من الاشارة الصوتية لحركة اللوح المارن يبقى الاشارة الصوتية نتج عنها اشارة كهربية متغيرة على حسب التغيرات في الاشارة الصوتية واللي عملها المكسف ده عشان كده سميناه كندنسر مايكروفون أو المايكروفون السعب تعالوا نشوف بقى يقوم المايكروفون بانتاج طبعا لما نتج عنه الجهود الكهرابي الجهود الكهرابي The يقوم المايكروفون بإنتاج كمية صغيرة من الطاقة الكهرابية الجهود الكهرابي ضعيفة لذلك يجب أن يحتوي على مكبر يبقى المايكروفون السعوي يجب التوصل معاه مكبر يعمل عزاز قوة الإشارة التي تصدر من مين من المايكروفون يبقى المايكروفون ويبقى معاه مكبر في وحدة وحدة تعالي شوف بقى هنا الشكل العامل لمايكروفون السعوي. اهو. ده الشكل الخارجي. حيبتدي نفك جزء وجزء. اهو. فكنا اهو. نبتدي نفك. اه دي بص جزء المارين والجزء السابت. اهو. حيبتدي بص خليبك بدي الشكل برضو اللي هو اه المايكروفون اه السعوي. تعال نشوف هنا النوع الرابع المايكروفون الشريطي. ركز برضو معي. مايكروفون شريطي. يبقى اللي هيحول الصوت لاشارة كهربية شريط. زي ما قلنا مايكروفون السعوي اللي هيحول الصوت لاشارة كهربية المكسف. زي ما قلنا مايكروفون الديناميكي اللي هيحول الصوت لاشارة كهربية حركة الملف. مايكروفون الكربوني اللي هيحول الصوت لاشارة كهربية الحبيبات الكربونية. مايكروفون الشريطي? اللي هيحول الصوت لاشارة كهربية. شريطي. يبقى في شريط. الشريط ده عبارة عن ايه? عبارة عن شريط مصنوع من معدن خفيف. والشريط ده متعرك. اقف هنا. شريط مصنوع من ايه? من معدن خفيف. معدن يعني موصل. معدن يعني ايه? موصل. طيب. خلي بقى معي. على طول افتكرت انا مين? القاعدة اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة السابقة. اللي بتقول لو تحرك موصل داخل مجال مغناطيسي. خلي بالك. بينتج على طرفه قوة دفعة كهربية. سواء حركت الموصل او حركت المجال. الله ده الكلام ده كله قلناه في الميكروفون الديناميكي بتاع الملف المتحرك ايه. صح. كان همك مزبوط. يبقى ازا طريقة عمل او فكرة الميكروفون الشريطي قريبة بنسبة تمانين في المية من طريقة عمل وتركيب الميكروفون الديناميكي. بس الفرق الوحيد بينهم ان انا حشيل الملف وحط ما كان منه شريط مصنوع من بعد الخفيف. والشريط ده بنسميه شريط متعرج بنسميه الريبون. عشان كده الميكروفون الشريطي بنسميه الريبون مايكروفون. الريبون مايكروفون. الريبون اللي هو الشريط المتعرج. الله ازا افتكرت انا بعد الوقت وانتوا معايا افتكرتوا. لو تحرك الشريط ده في مجال مغناطيسي. يعني بين مغناطيس. طب مين اللي هيحرك الشريط الاشارة الصوتية? والشريط ده موجود داخل مجال مغناطيسي. نتيجة الحركة دي حينتق على اطراف وقوة دفعة? كهربية. متغيرة على حسب مين? على حسب حركة الريبون او الشريط المتعرج. طب والريبون ده ايه اللي حركه? الصوت. يبقى الاشارة الكهربية او الجهد الكهرابي اللي على اطراف الريبون او الشريط المتعرج ناتجة من التغيرات في الاشارة مين? الصوتية. يبقى انا انا قلتلك من اول الحلقات. لو انا فهمت جزء بيساعدني في فهم اجزاء كتيرة جاية بعد كده. شوف عشان انا فهمت المايكروفون انا وانتو طبعا. فهمنا طريقة عمل المايكروفون الديناميكي والقاعدة اللي اتبانى عليها طريقة عمل المايكروفون الديناميكي. فهمنا المايكروفون الشريطي قبل ما نشرحه. وقبل ما قلنا بس مجرد ان هو عبارة عن شريط معدني خفيف متعرج. معدني يعني موصل. اول ما قلنا شريط ده افتكرنا المايكروفون الديناميكي وقلنا طريقة عمل افتكرناها كلها طريقة قلنا في زهننا طريقة عمل المايكروفون الديناميكي وبالتالي هتتطبق على نفس المايكروفون الشريطي باستثناء ان انا هغير الملف وحط مكانه الشريط المعدني المتعرك. تعالوا نشوف تركيبه. تركيب المايكروفون اللي هو الشريطي. ونشوف برضو طريقة عمله. نشوف الكلام ده على الشاشة. المايكروفون الشريطي. بنسميه ورد ما قلت لكم الريبون المايكروفون. تركيب المايكروفون الشريطي. اهو. بص ده مغناطيس. الشمالي والجنوبي. اهو. 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 اهو الشريطي المعدني اللي هو الموصل اللي موجود داخل المجال المغناطيسي. طب تعالوا نشوف كده. اهو. برضو ده مغناطيس. واد الريبون اهو. شكل العمل بتاعه اهو. الريبون اللي هو الشريط المتعرج اهو. الشريطي الموصل المعدني. واد المجال المغناطيسي مغناطيس عشر من وعليمين. تعالوا نشوف بقى كده. اهو. ده الرسمة اللي عندنا. ادي الريبون. الشريطي المتعرج المعدني. ده المغناطيس. ادي الشريط اهو. ده المغناطيس اهو. واد المحاول اللي هاخد عليه اشارة الخارج. طب ما فعلا صح. لو انا اتكلمت قدام الميكروفون ده هيبتدي ده يتحرك. اللي هو الشريط. والشريط ده موجود داخل مجال مغناطيسي. هانتوا على طرف فيه قوة دفعة كهربية. جاية منين? الجهد الكهربية ده متغير. اللي نفك على الملف. متغير ليه? لان الشريط ده متحرك. الشريط ده تحرك ليه? عشان الصوت اللي اللي حركه. طيب يبقى كده الصوت. حركة الصوت دي جابت لجهد كهربية متغير. يبقى فعلا حولت الصوت الاشارة كاربية. عن طريق حركة مين? الشريط المعدني داخل المجال المغناطيسي. تعال نشوف كده. سميه بالمايكروفون الشريطي. المايكروفون الشريطي بقول لك هو بالنظر الى تركيبه. حيث قلناه يتركب من شريط متعرج. رقيق جدا يتحرك بحرية. يتحرك للامام والخلف. الشريط ده بنسميه ريبون. طريقة عمل المايكروفون الشريطي. عندما يتعرض الشريط خلي بالك اللي هو ده زي ما قلتك من شوية للاهتزانات الهوائية اللي هي الصوت النتجة عن التغيرات الصوتية. يتحرك الى الامام او الى الخلف. الشريط ده بنيتحرك الامام داخل المجال المغراطيسي. ومن المعروف انه ازا تحرك موصل داخل المجال المغراطيسي. ايه اللي هيحصل? هينتج عليه? تولدت على اطرافه قوة دفعة كهربية. على الشريط هو على اطراف الشريط. نحصل على اطرافه على قوة دفعة كهربية متغيرة. صغيرة مكافأة للتغيرات التغيرات الصوتية. ثم تنقل الى المحول الرافع. اهو. يبقى تكلمته قدام الميكروفون. تحرك الموصل. الموصل موجود داخل المجال المغراطيسي. ايه اللي حصل? نتيجة وجوده داخل المجال المغراطيسي. نتج عن ترافه قوة دفعة كهربية. اخدوا القوة دفعة كهربية لانه الجود المتغير. واصلوا على المحول. ومحول بعد كده يوديه على المرحلة اللي بتاليه المايكروفون او اللي بعد المايكروفون. تعالوا نشوف طريقة عمل المايكروفون الشريطي. الجزء اللي موجود اللي هو اللي هو المغراطيسة هو. والجزء ده اللي هو باللون البرطقاني ده او اللون البني الفاتح. ده اللي هو الشريط. شوف الموجات الصوتية لما بتيجي. تحرك الشريط داخل المجال. يتولد على طرفية قوة دفعة كهربية. برضو زي ما قلت لك. مفيش صوت. مفيش قوة دفعة كهربية خط مستقيم. الاوديو سيجنل ما تلاقيه ايه? بصفر. مفيش. طرم مفيش ايه? صوت. انما لو فيه صوت خلاص يبقى فيه اوديو سيجنل. شوف الجزء اللي مفيش صوت اهو. الشريط هيبقى ثابت اهو. وهنا عندي مفيش سيجنل خالص. دي طريقة عمل مين? المايكروفون الشريطي. او بنسميه الريبون مايكروفون. مميزات المايكروفون الشريطي. او الميزة تاز بحسية نسبية. استجابته التردد. لا يحتاج الى مصدر قدرة خارجي. زي المايكروفون الديناميكا او الميكروفون الكربوني. عيوب المايكروفون الشريطي. خلي بالك من ضمن عيوب المايكروفون الشريطي عبد مهم جدا. ان هو لو تعرض لاصوات قوية الشريط ده بيتقطع. وحورها لك. حوريك ازاي ان هو تعرض لموجاتك صوتية عالية الشريط ده بيتقطع. وليه عيوب اخرى? تعال نشوفها برضو على آآ الشاشة. عيوب المايكروفون الشريطي. اتجاهي. لازم يكون قدام الصوت مباشرة. ما ينفعش احط المايكروفون. وده على فكرة اخلي بالك معانا. يعني زمان كان في الافلام الابض واسود المغنيين. او السيدة الفانونين اللي هم مغنيين. لازم المايكروفون يبقى فوج المغني. ده كان مايكروفون الشريطي. انما المايكروفون العادي. المايكروفون العادية التانية. ايا كان في اي اتجاه اللي هو الاخر اللي بيتكلم او المغني او اي حد بيتكلم. بيتكلم من اي اتجاه. لا بتسمع الصوت. انما المايكروفون الشريطي لو ما كانش في وجهة او امام فم المتكلم مش هتسمع حاجة. وده من ضمن مين? العيوب. تعال نشوف العيب التاني. العيب التاني نشوف كده على الشاشة. القوة الدفعة الكهربية المستنتجة. نخلي بالنا برضو من العيوب. قوة الدفعة الكهربية المستنتجة فيه قليلة نسبيا. وعلى هذا فانه يحتاج الى مراحل تكبير اولية. يعني لازم بعد المايكروفون يبقى فيه امبلفاير. التكبير. استخدامات المايكروفون الشريطي بيستخدم بالازاعة. بيستخدم في سيديوهات السينما. وبيستخدم في بعض الاغراض العلمية. اغراض العملية. الشكل العملي لمايكروفون الشريطي. ده الشكل بتاعه بتدي نفكه. ونشوف الريبون اللي هو الشريط المتعارج اللي داخله. بتدي بقبص. اول مجال اللي فكته عطول تظهر مين? اهو. الشريط المتعارج. وده المغراتيس اللي بيجيب للمجال المغراتيسي اللي حوالين الشريط نفسه. بتدي تكبرها اهو. قدي الريبون وقدي المغراتيس اللي حوالي. ودي الاطراف اللي باخد منها ايه? الاشارة الكهربائية. اهو. اكبر اكتر اهو. شوف التعارج في الايه? في الريبون او في الشريط. اهو. برضو نفكرك برضو بالشكل العاملي بتاعه. اللي من الداخل. كل اللي دي بتوضح لي تركيب الشريط او المايكروفون الشريطي. ادي الريبون مايكروفون اهو. وادي هنا المغناطيس. ودي الريبون اللي هو الشريطي المتعارج. وده الاطراف بتاعته بتاع خارج المايكروفون. اللي هي المايكروفون او الوتبوت. الاطراف بتاعت مين الخارج نفسها? تعالوا شوف بقى المايكروفون البلوري او الكليستر. ده النوع الخامس. لان احنا قلنا عندنا خمس انواع. الكربوني. الديناميكي. السعوي. الشريطي البلوري او الكليستر. المايكروفون البلوري او الكليستر. ما بقولت بلوري. يبقى اللي هيحول الصوت لكعربة او اشارة كعربية. بلورة. ما احنا ماتفقنا على كده من اول ما قلنا انواع المايكروفونات. المايكروفون بيتسمى باسم الجزء اللي هيحول الصوت لاشارة كعربية. المايكروفون البلوري. بيعتمد المايكروفون البلوري على البلورة او الكريستل. والبلورة ليها خاصية. البلورات اللي هي بتستخدم في الميكروفون البلوري ليها خاصية. ايه هي الخاصية دي? الخاصية دي ان لو تعرضت البلورة الى ضغوط ميكانيكية حركة. يعني عرضتها الحركة حطيت البلورة كده وحطيت حوالي البلور دي في حركة. حركة دي جاي منين? من الصوت? بيحصل داخل البلورة نفسها خلخلة. نتيجة الخلخلة دي بينتج على اطرافها قوة دفعة كهربية. شبيهة بمين? شبيهة بالحبيبات. الحبيبات الكربونية في الميكروفون الكربوني. بس الحبيبات انا جبت الميكروفون وجبت اشاء مادة عزلة او اناء من مادة عزلة. وحطيت فيها مين? الحبيبات دي. وكان عند القطبين اللي هو السابت والمتحرك. اللي هم مين? الاقطاب الكربونية. اللي موجودة داخل الميكروفون الكربوني. انما هنا لا دي بلورة لوحدها. تكوينها من الداخل لو تعرضت لضغوط ميكانيكية. حركة بتانشعها طلافها قوة دفعة كهربية. دي مين? البلورة بتاعة الكريستل اللي هي هي مبني عليها طريقة عمل وتركيب الميكروفون البلوري او الكريستل مايكروفون. تعالي نشوف بعض الاشكال اللي بتوضح لي ايه اللي بيحصل في البلورة دي لما نعرضها لضغوط ميكانيكية. نشوف الكلام ده. الميكروفون البلوري او كريستل. بص خلي باكبه معايا. اوان الجزء الخاص بكريستل بنسميه البيزو. بيزو مايكروفون. او بيزو الكتريك. بص دي بلورة نفسها اهي. الكريستل اللي بنسميها بيزو الكتريك اهي. ده الديافريم اللي هو الغشاء. الغشاء المتحرك. في صوت جاي هنا الغشاء فك بيتحرك اللي هو الحركة دي لحركة اللي هي ايه? اللي بقول لك عليها الضغوط الميكانيكية او الحركة الميكانيكية. لما بتخش على البلورة ينتج على اطرافها جهد كهرابي هو متغير. مرة الموجة فوقه السنة بتاعته مرة العكس. دي اللي هي البيزو الكتريك. طيب. تعالي شوف شكل تاني. اه دي. اه دي كريستل مادة كريستل هيه? شوف الحبيبات بتاعتها ايه اللي هيحصل? لما الدغوط دي تزيد وتقل. شايف الاسهم دي لما تطلع وتنزل كانت عرضت لحركة اهي. ايه اللي هيحصل في بص? ايه اللي هيحصل? في متى جعانة كهرابة اهي? تقالي لما دي تنور. مع مين? مع الحركة اللي حصلت داخل مين? داخل البلورة نفسها. داخل الجزئات تحت البلورة نفسها. ده هم عربوا. شوف لما نبعد بص نفس الكلام هم. بقى في اضاءة هم. بص مع الفيبريشن في الكتريك باور. في اه اه يعني في قدرة اه كهربية. اهي. على حسب مين? الحركة الميكانيكية. طب الحركة الميكانيكية دي جاي منين? ممكن تجي بالصوت فقفل مين? في المايكروفون. بص اللي حصلت. تمدد. وتخلقه يعني اللي حبايبات داعتها. بيتقرب وتبعد وبينتعانى الجهد الكهرابي. شكل تاني برضو يوضح لنا اهو. ادي البلورة الكوارت زي هي? بص خليبك معي. لما عرضها بص. عرضها لضغوط الميكانيكية هي? اللي بلقاسهم الحمرة. بص بيدينا على طول الجهد الكهرابي على المؤشر. وشكل تاني. بيوضح لي برضو البلورة. اهي. مفيش فولت خيص ده. محطت على ضغط الميكانيكي. اهي. اللي هو الحركة بتاعت الايه? بتاعة الضغط الميكانيكي. او الاشيارة الميكانيكية. اهي. بيدينا جهد كهرابي. شكل تاني وضح لنا باكتر اهو. شوف البلورة. اول ما بتعرض الضغوط بيبقى في فرق جهد يباين عندي اكتر اهو. بيتحرك من زيو ويزيد ويقل. على حسب الحركة. طب الحركة دي اجيبها منين? اجيبها من الصوت. طيب. نشوف شكل تاني. ده الشكل الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه بقى. قدل البلورة هي. والسهمين الزرق دلو بيمثلوا الضغوط الميكانيكية. اللي هي اللي هي الاشارة الصوتية نفسها. اهو. لما بتتحرك الضغوط الميكانيكية دي بتحرك تحرك جزيئات البلورة دي انتو بيعاني الجهد الكهرابي. طبعا وبيزيد بيقل على حسب الحركة. والحركة جاي منين? من الصوت. تعال شوف بقى. تركيب المايكروفون البلوري. المايكروفون البلوري بيتكون من بلورة السمك بتاعها اتنين ميلي. ومساحة السطح بتاعتها واحد واربعة من عشرة ميلي. وبتبقى عبارة عن جزء اين? مش جزء واحد. زوج يعني من البلورات نفسهم. وطبعا دي لما اتكلم انا قدام البلورة دي. حطيتها طبعا تحت ضغط ميكانيكي. حينتج على اطرافها قوة دفعة كهربية. نتيجة مين? الضغط الميكانيكي او الحركة الميكانيكية اللي جاي من مين? اللي جاي من الصوت. تعال شوف برضو الكلام ده. تركيب المايكروفون البلوري او الكريستل. ادي البلورة هي? زي ما قلت لك من شوية. البلورات الطبعية اللي هي كورتز. دي الاساس اللي هي في التركيب. يمكن الاستفادة منها من حيس انه بتعريض هذه البلورات لضغط ميكانيكي. اللي هو الحركة زي ما قلت لك. يولد بها قوة دفعة كهربية. مكافئة مين? لمقدار القدرة الميكانيكية اللي هو قوة الصوت الواقعة عليها. ادي الاساس بتاع مين? بتاع المايكروفون البلوري او الكريستل. اهي. ده التركيب بتاعه. بوق. وقدامه. في البلورة زي ما قلت لك جزئين. وفي جزئين من المعدل في البداية. وفي وسط البلورتين. بيتركب هذا المايكروفون من شريحتين من البلورات زي ما قلت لك. مساحة كل من هم. واحد واربعة من عشرة مليلي متر مربع. وسمك كل من هم حوالي اتنين مليلي متر مربع تقريبا. بتثبت بحيث يتماس ظهر او ظهر كل من هم للاخر اهم. يعني ظهر كل واحدة للتاني. طريقة عمل المايكروفون البلوري او الكريستل زي ما قلت لك. بيتصل مركز البلورة برق معدني مرن. ينقل اهتزازات الميكانيكية اللي هو الصوت الى البلورة. التي تهتز مولد الجهد الكهرابي متغير تتناسب مع شدة الصوت الحادس. يعني الجهد اللي ناتج ده بيتغير على حسب قوة الصوت. اهو. حيث ينقل الجهد الكهرابي الناتج اللي احنا اخدناه نتيجة الصوت الى المكبر بالطريقة العادية مباشرة. يعني ربط مباشر. بدون الاستعانة باي طريقة لتحويل. يعني ما فيش محولة او فيش حاجة. الاشارة اللي باخدها من الميكروفون او البلورة اللي على ترافي البلورة باخدها على طول على المرحلة التالية بدون ربط اي نوع من الانواع ربط الربط الايه المباشر. مميزات الميكروفون البلوري. طبعا في مميزات كبيرة جدا. ويعتبر من افضل الانواع. حساسية الحسية العالية وعدم وجوب توجيه تجاه المتكلم او الاية الموسيقية. ده كان عيف في مين? خلي باك بقى ده نعيب في الميكروفون الشريطي. ان هو لازم اتجاهي. لازم يكون امام المتكلم او المتحدث او امام الالة الموسيقية. ده الميكروفون مين? الشريطي. انما الميكروفون الكريستل? لا. من اي اتجاه ممكن الصوت يجي له. دي اول حاجة في المميزات تاعته. نشوف بعد كده الميزة التانية. لا يحتاج الى بطارية خارجية. مش عايز بورسة بلاي. في نفس الوقت لا يتأثر كثيرا بياتذات الميكانيكية الخارجية. يعني ايه? يعني لو وقع ولا حاجة صعب جدا انه يحصل له حاجة. انما لو وقع خلي بقى معي لو وقع وقع جانب ده. الميكروفون الكريستل او البلورة. لو وقع وقع جانب ده ممكن يحصل شرخ في مين? في البلورة. يعني هو يتعرض لصدمات خفيفة عادة. انما الصدمات الكبيرة فعلا يحصل في اخلا لو حصل شرخ فين? في البلورة. في نفس الوقت من ضمن العيوب. ده كلام ده هنحن يتكلم في عيوبه. من ضمن عيوبه ان الميكروفون البلوري او البلورة نفسها لو حطت عليها جهد كهرابي عالي تتلف. لو طبقت عليها جهد كهرابي عالي تتلف. يحصل لها تلف. ده الكلام احنا نقول في العيوب. تعاني كامل بيات الميزات. يبقى عندي لها تتأثر كسيرا باستيزات الميزات الخارجية الخارجية. في نفس الوقت خفيف الوزن وصغير الحجم. تعاني شوف بقى العيوب. اول عيب عندي بص تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. وقد تتلف ازا زادت درجات الحرارة عن مية خمسة وعشرين درجة. خلي باجبا معي. يبقى انا ما اقدرشي استخدم الميكروفون البلوري او الكريستال في درجات الحرارة العالية. يعني درجات الحرارة العالية دي بتأثر على مين? على البلورة. في نفس الوقت برضو يعني بنقول درجات درجات الحرارة العالية دي بتأثر عندي على حاجات كثيرة جدا في العناصر بتاعتنا. بتأثر على الترانزوستر. بتأثر على الاي سي. يبقى كل الكلام ده لازم اخد بالي في ان الحاجات دي موفر لها لو انا اشغالها في مناطق حرة. لازم اوفر لها التبريد بتاعها ودرجة التبريد بتاعتها. نشوف بعد كده برضو بقية العيوب بتاعت الميكروفون البلوري. العيب اللي بعد كده تتأثر بالاحوال الجوية ازا حدث اي كسر او شرخ طبعا بالغلاف الخارجي نتيجة امتصاص البلورة للرطوبة. زي ما قلت ده بيحصل فيه شرخ او كسر. الشرخ او الكسر دول في الغلاف الخارجي بنتيجة الشرخ او الكسر بيحصل انتصاص البلورة المين لرطوبة الجو يبقى تلف الايه? الميكروفون البلوري. حيوب برضو الميكروفون البلوري لا يسمح بدخول اي ضغوط كهربية جزء اللي ويحبقي نتكلم عن المميزات ما ينفعش حط عليها جهود كهربية عالية آآ منخفضة. ما يعني ما ينفعش ان هنا علية ولا منخفضة. خلي برك ما اقدرش اطبقها على ايه? على اطراف بتاعتها. اه بيانتج عليها طبعا جهود كهرابي. بس في نفس الوقت ما اقدرش اجيب لها جهود كهربية من الخارجة وطبقها على البلورة بس في جهود كهربيةloة معينة هي اللي اقدر اطبقها على البلورة. ودي اللي باستخدمها في السماعات البلورية او الكريستا ودي حنجلها ونشرح السماعات نفسها او انواع السماعات نرجع تاني نشوف الجزء الخاص باستخدامات المايكروفون البلوري نشوف كده بيستخدم في اجهزة التسجيل الصوتي باستوديوهات الازاعة بيستخدم في اجهزة التسجيل الصغيرة بيستخدم في اجهزة التكبير مع اجهزة التكبير تعالى نشوف بقى الشكل العملي لمايكروفون كريستل او البلوري ادي الشكل العملي ليه المايكروفون البلوري او الكريستل وبرضو عندي ده الشكل من داخل بقى وهشوف الاجزاء بتاعته عبارة عن جزء جزء ده الجزء اللي هو القطب الكهرابي ودي مادة الكوارتز اللي هي البلورة نفسها ودي عندي الحامل بتاع الاقطاب ودي عندي اطراف التوصيل او اقطاب الاطراف او اقطاب التوصيل او اطراف التوصيل تعالي شوف بقى هنا ملخص تركيبه طريقة عمل انواع المايكروفونات خلي بالك بقى معاه انا عشان انواع المايكروفونات تبقى سابتة في زيه هناك ومركز انت فيها وفاهمها هنشرح بالرسم تركيب وطريقة عمل كل نوع من انواع المايكروفونات اركز كده معايا اول نوع خدناه كان المايكروفون الكربوني هنفتكر ان الاساس بتاعه الحبيبات الكربونية ونفتكر برضو طريقة عمله ان انا ما اتكلم قدام المايكروفون الكربوني الغشاء هيتحرك ويحرك الحبيبات وينتج عن طريقها الجهد الكهربي النوع التاني كان ملف المتحرك هو الاساس والمغناطيس مجال المغناطيسي في التركيب وبرضو هتكلم امام المايكروفون الديناميكي اللي هو الملف المتحرك يتحرك معايا الغشاء ويحرك الملف وينتج على اطرافه القوة الدفعة الكربية اللي هو اشارات كربية المايكروفون الساعوي هفكرك ان كان فيه لوحين واحد سابت واحد متحرك اللي هو المكسف والمكسف ده بيكون مشحون وبعدين لما بتكلم امامه بيتحرك اللوح المتحرك يغير في الساعة ونتيجة تغيير الساعة هاخد الاشارات كهربية طب المايكروفون الشريطي ايوة كان الشريط موجود في مجال المغناطيسي واول ما بتكلم قدام الشريط بيتحرك الشريط للامام والخلف ونتيجة انه هو حركة حركة الملف الشريط داخل المجال المغناطيسي بيانتبع على طرفه قوة دفعة كهربية ده الشريطي اخر نوعه كان مين المايكروفون البلوري او الكريستل وقلنا انه هو طريقة عامله مرتبطة بالخاصية اللي خاصة بالبلورة انه هي لو تعرضت لضغوط ميكانيكية اللي هي الحركة بتاعت الصوت بينتج على اطرافها قوة دفعة كهربية تعالوا بقى نشوف الملخص ده وناخد كل نوع لوحده من انواع المايكروفونات بحيث ان انا اقدر افرق هقعد بقى لوحده كده بعد ما شوف الملخص وابتلي اركز من غير ما بص في حاجة اه المايكروفون الكربوني كان كزا المايكروفون الدناميكي كان كزا بعد ما نشوف الملخص ده لو قدرنا في ذهننا نحط الملخص ده في دماغنا يبقى انسى ان انت انسى خالص ان انواع المايكروفونات دي تتشال من ذهنك او من دماغك تعال نشوفهم جزء جزء ملخص تركيب وطريقة عمل انواع المايكروفونات النوع الاولاني المايكروفون الكربوني باين خالص اهو ده الغشاء المتحرك ودي المادة الكربونية الحبيبات الكربونية والده القطب المتحرك القطب الكربوني اهو ودي المقاومة بتاعت الحبيبات بتكلم قدام المايكروفون يتحرك القطب المتحرك الحبيبات الكربونية تقرب وتبعد تتغير المقاومة وال consequent يتغير الاشارة القاربية اللي خرجه طب ما فيش صوت في الجزء ما فيش صوت ما فيش حركة للحبيبات ما فيش حركة هنا ما فيش اشارة كاربية اهي يرجع الصوت مرة تاني يبقى انا عرفت دلوقتي اساس تركيب المايكروفون الديناميكي البيكربوني وفي نفس الوقت عرفت طريقة عمله عرفت طريقة مين عمله تعاني شوف فقه المايكروفون التاني اللي هو المايكروفون مين الديناميكي او الملف المتحرك اهو ده الملف اللي هو باللون الاحمر واللي باللون الاسوي الدي هذا الغلاف اللي هو المجال المغناطيسي واللي باللون البرتقاني ده هو الغشاء لما بتكلم الغشاء بيتحرك ويحرك معي الملف داخل المجال المغناطيسي هينتج عندي الاشارة الكهربية طب ما فيش صوت مفيش حركة مفيش اشارة خالص احو يعني في الجزء اللي مفيش اشارة صوتية يبقى مفيش حركة اللي الغشاء ثابت والملف سابت وما فيش واللي خارج عندي هنا خط مستقيم. اللي هو مكان الاوديو سيجنال. ده بالنسبة لمن? او الميكروفون بتاع الملف المتحرك. نوع التالت اللي هو الميكروفون السعوي. اهو. اللي هو المكسف او كوندلسر. لوح او خلي ماك معايا لوح متحرك ولوح سابت. والسعه هنا بتتغير اهي الكبستان. بتتغير مع مين? مع قوة الصوت وحركة الصوت. بيغير اللوح. بيحرك اللوح للداخل والخارج. بتتغير السعه ومنتيجة تغيير السعه بتطلع الاوديو سيجنال. طب لو ما عندي صوت مفيش حركة. مفيش تغير في السعه. اللي بيطلع عندي هنا خط مستقيم. ونلاحظها في عدم وجود الصوت. او جزء ده مفيش صوت. الاقي الميكروفون هنا او اللوح سابت. وهنا الكبستانز او السعه سابتة. ويطلع عندي خط مستقيم. فيه صوت يبقى موجود حركة. موجود سعه متغيرة هي. بتزيد وتقل. وموجود عندي الاوديو سيجنال. مفيش. يبقى ده خط مستقيم. لان ما فيش صوت وما فيش تغيير في السعه. تعالوا شوف فقه النوع الرابع اللي هو الميكروفون الشريطي. ادي الماغناطيس. واده الشريط. اللي هو المتعرج اللي سميناه الريبون. وطبعا بيتحرك مع مين? مع حركة الصوت نفسها. مع حركة مين? الصوت. سهي ما انا شايفة اهو. لما تيجي الموجات الصوتية تحرك الشريط داخل المجال الماغناطيسي. يتولد على طرفية قوة دفعة كهربية. طيب الاوديو سيجنال موجودة هي. مع الحركة. مع الصوت. طب مفيش صوت. يبقى مفيش حركة. يبقى ونشوفها بالترتيب. اهي. بانتها. النوع الاخير اللي هو الكريستال مايكروفون او الميكروفون البلوري. اهو. زي ما احنا قلنا باللورة. بيتعرض لضغوط ميكانيكية لها الصوت. بينتقى على طرفها قوة دفعة كهربية. تعال نشوف كده. الشكل العملي. تركيب بعض انواع الميكروفونات عمليا. يعني نشوف شكلها من الداخل. نشوف الكلام ده. الثلاثة انواع اللي هنتكلم عليهم هنا. الديناميك مايكروفون. والكوندينسر مايكروفون. والريبون مايكروفون. هنتكلم على ايه فيهم? خلي بالك بقى معايا. هنتكلم على تركيب كل نوع من انواع الثلاثة دور. كل واحد منهم نتكلم على التركيب ونفقه. ونشوف استجابة للتردودات. ونشوف لو هل الميكروفون ده في منه احجام او مفيش منه احجام. ممكن يبقى فيه حجمه صغير. وممكن يبقى فيه مايكروفون نفسه فيه حجم آآ كبير. هنشوف الكلام ده بقى بالتفصيل اللي هو خاص بالتلاثة انواع اللي هو الديناميك مايكروفون والريبون مايكروفون والكوندينسر مايكروفون. تعال نشوف الكلام ده. يبقى التلاتة اللي احنا نتكلم عليهم هم دول اللي موجودين عندي اهم. الديناميك مايكروفون والكوندينسر مايكروفون والريبون مايكروفون. تعال نشوف الكلام ده. التلاتة الليقول كل واحد منهم ليه خواص معينة واستجابة للتردد معين. زي ما بقولك كده. شوف شكل حتى العمل بتاع كل واحد فيهم. اهو. ده الشكل العامل بتاع الديناميك مايكروفون. وده الشكل العامل بتاع الكوندينسر مايكروفون. اه دي اول نوع منه. الديناميك مايكروفون. او الميكروفون الديناميكي او الملف المتحرك. بص كده اهو. ديناميك مايكروفون. تعال نشوف بقى كده تركيبه من الداخل. زي ما قلتك ديناميك مايكروفون او الموفينج كويل مايكروفون. بتدي نفكه. ده الشكل بتاعه من خارج بتدي نفك اهو. اهو. ادي الملف بتاعي. اللي بيتحرك بص اهو. تحرك مع الغشاء اللي بيحركه. وده اشارة كاربية اهي. اللي نتجي على مين? على اطراف الملف. وبعد كده بوديه للمكبر. ده الشكل العملي. وازاي بيشتغل. تعال نشوف بقى بوص خليك معي هنا. بحاجة بنسميها الفريكونسي. استجابة للتردد. ده المين للموديل ده? الموديل ده اسمه ايه? اللي هو اس ام تمانية وخمسين. دي استجابة للتردد. يبقى في موديلات اساسا من الديناميك مايكروفون. اه. في موديلات. وكل موديل بتختلف استجابة التردد بتاعته. اهو. ده الشكل بتاع الرسم بتاع استجابة التردد للميكروفون الديناميكي. تعال نشوف بعد كده. الريبون مايكروفون. الميكروفون الشريطي. والموديل بتاعه اهو. اللي هو R 121. تعال نشوف كده. نفكه كده ونشوف التركيب بتاعه من الداخل. اه دي التركيب بتاعه من الداخل. شوف ده شكله خارجي. ده التركيب الداخل اللي ايه? اهو. طيب نشوف كده. اه. اه دي التركيب بص خلي باكمل معايا. بص الحركة بتاعت الريبون. اهي. وادي حركة الريبون دي جاية من مين? من الصوت نفسه. شوف حركة الريبون اهيه? وانا قلت لك الريبون ده لو تعرض لصوت قوي بيبتدي قطع الشريط ده. ده مين? ده النوع التالي التاني اللي هو الريبون مايكروفون. واشكاله اهو. وادي الموديل اللي هو R 121. اللي هو الاستجابة والتردد. الاستجابة والتردد بتاعتنا. ده بالنسبة مين? لجزء اللي خاص بالريبون مايكروفون. تعالي شوف فقه. النوع بتاع الريبون مايكروفون زي ما قلت لك كده لو تعرض لاصوات عالية او قوة صوتية عالية بيتلف. ده بالنسبة لمن لجزء بتاع الريبون مايكروفون? شايف? حصل فيه تلف اهو. ده الريبون مايكروفون. وده قلت لك من عيوب وانه فيه قوة صوتية جديدة بتتخليه يتلف. ده طبعا النوع التالت بقى اللي هو مين? الكوندنسر مايكروفون. اهو. مايكروفون السعوي. بص خليباك معايا. ده اللوح اللي بيومتحرك المهتز وده اللوح السابت. نكمل كده ونشوف برضو بتاعته او استجابته للتردد. اهي بص الاشارة الكهربية. اهي. نتجة من مين بقى? من تغيير السعة بين اللوحين. ده اللي هو الكوندنسر اه مايكروفون. وده برضو. ده بص خليباك معايا. ده سمول. ده يجرام اللي هو رسم الكوندنسر المايك يعني سمول ده حجم صوير. وفيه التاني اللي هو على الحجم الكبير. اهو. وده اللارج. يعني كده اواني السمول وده ايه اللارج. تعال نشوف ده بقى كده الجزء الخاص بالتلات. ده طبعا الريبون. وده الكوندنسر اه مايكروفون. استجابتهم للتردد مختلفة. طبعا ده موديل. وده موديل التاني. الاتنوعين هم فيه نوعين. زي ما قلت داك اللي هو اللي هو سي اه خمسة واربعين اي بي. ده استجابة التردد بتاعته. وده سي ربعمية واربعتاشر. الفريقونسي برضو اه اه اللي استجابة للتردد مختلفة عن استجابة التردد للنوع التاني. دي خلي بقى معنا الجزء الخاص بمين باستجابة التردد للنوعين اللي هو بتاع الكوندنسر مايكروفون. تعال بقى نشوف اه دي الاجزاء زي ما قلت لك كده اللي هي خاصة بالكوندنسر مايكروفون وده وحدة خارجية اللي طريقة ايه الاشارة من اي نوع من المايكروفونات وبعد كده باوديها للدوائر بتاعت اه التكبير. طبعا هنا المايكروفون اللي هو طرف المايكروفون وهنا المايك هو طرف المايك بالهيرت اللي هو عرفه ايه التردد. وبوقرك تاني ان المايكروفون الشريطي لو تعرض لقوة صوتية جديدة بيحصل له عملية التلف. طيب تعال نشوف بقى جزء تاني سبيكرز. السماعات. السماعات. دايما قلت قبل كده في الحلقات السابقة ان الاجزاء اللي موجودة في اه الارسال في عكسها موجود في الاستقبال. يعني ايه? خلي باك معاه. دلوقتي احنا قلنا كنا بنتكلم في المايكروفونات والمايكروفون اول جزء. اول جزء في جهاز الارسال الازاعي. وبيحول الصوت لاشارك عربية. موجود عكسه في اجهزة الاستقبال السماعة. ودي اخر جزء في اجهزة الاستقبال الازاعي. اخر جزء لو بيخرج للصوت السماعة. السماعة خلي بالك المايكروفون كان بيحول الصوت لاشارة كهربية. السماعة بتعمل ايه بقى? بتحول الاشارة الكهربية الى صوت مسموع. حكس. في الارسال حولت الصوت لاشارة كهربية. عشان اقرأة بعته. بعته لك لاجهزة الاستقبال. لاشارة كهربية. السماعة تاخد بقى الاشارة الكهربية اللي هي معبرة عن الصوت تحولولي الى اشارة صوتية مسموعة. وزي ما قلت لك. في دايما في الارسال وحدات عكسها موجود في الاستقبال. عشان ارجع الاشارة لاصلها الطبيعي. زي الكاميرا والشاشة. الكاميرا قدام مني. اول حاجة هو في الارسال الازاعي معايا زي ما قلتك الميكروفون والكاميرا. كاميرا تحول المنظر بتاعي او الصورة بتاعتي لاشارة كهربية. في اجهزة الاستقبال الشاشة. هتحول الاشارة كهربية الى صورة ضوئية مرئية. اللي هو المنظر بتاعي. هنتكلم ان شاء الله بازن الله في الحلقة القادمة على السبيكرز او السماعات. لان هنا الوقت دلوقتي خلص معانا بتاع الحلقة بتاعتنا. ان شاء الله هنكمل السبيكرز في الحلقة القادمة. بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة. ان شاء الله. اشتركوا في القناة